الدوري المصري الحقيقة اللي فيها أمور عجيبة الحقيقة بتحصل والأول مرة نشوف في تاريخ الكرة المصرية مباراة بتعاد ليس بضربة بداية ولكن برمي التماس النهاردة في مباراة بيرامدز واسموحة أو سموحة وبيرامدز واستكمال اللقاء اللي كان اتلغى بسبب طيار القهرباء أو قطة طيار القهرباء يعني للنتج عن حريق في أحد العامدة في إستاذ اسكندرية النهاردة بعد قرار ربطة الأندية ولجنة المسابقات تم استكمال اللقاء وفوز بيرامدز على سموحة 3-2 يعني الكل ما انتبع لقاء قالك ايه الحاجة الغريبة دي كلنا بنشوف كل المباراة في العالم في العالم بتبتدي من نص الملعب بالباص اللي بتعمل الطبيعي اللي هو ضربة البداية ولكن النهاردة كانت برمي التماس حتى لاعب سموحة كان بيتحك وهو بيلعب لها ضربة التماس أو رمية التماس كان فيها بعض طبعا عدم استغراب الحقيقة بتستغرب ان انت بتبتدي مباراة جديدة أو ميني ماتش جديد من خلال رمية التماس وده حال الكرة مصرية في التوقيت الحالي ان انت ممكن تتحك في وقت من الاوقات على بعض الامور سواء بقى اخطاء تحكمية سواء اداء فني في بعض الاوقات من المباراة الحقيقة بتستغرب ان الدور المصري بقوته الكبيرة ممكن في بعض الحقيقة نقدم مستويات هزيلة ولكن هتفضل الكرة المصرية والدور المصري هو الاقوى ولو اجتمعنا كلنا ان احنا ان شاء الله نبقى قلبنا على بلدنا وفي نفس الوقت ان احنا نفسنا نشوف كرة جميلة ومسابقة منتظمة هنعمل كده المصلحة العامة يا جماعة هي رقم واحد رقم واحد لنا جميعا اعلام رياضي مسؤولين رياضيين اندية مصرية مدربين لعبين كله كله عايز نشوف اجواء جميلة زي ما بنشوفها كده في العالم وحتى البلدان العربية المجورة لنا الحقيقة بنشوف حاجات جميلة ده اللي احنا نتمناها لكن في الاخر المباراة النهاردة اتلعبت ويدر النهاردة ببيراميز يفوز تلاتة اتنين على نادي سموحة وبيحصل على تلات نقاط مهمين بالنسبة له في مشواره وصدرته للدوري الممتاز وصل للنقطة 65 بعد لعبه 26 لقاء النادي الاهلي عنده 51 لقاء 51 نقطة بعد ملاب 21 مباراة فرق طبعا خمس مبارايات ما بينه وما بين النادي الاهلي ولكن طبعا منافسة هتكون شارسة امامكم الجدول الخاص بالدوري الممتاز بعد مبارايات النهاردة اللي كانت موجودة سواء بقى مباراة سموحة وبيراميز اللي انتهت 3 اتنين لبيراميز او امبي والمقاولون العرب واللي انتهت بالتعادل الاجابي 2 اتنين ده شكل جدول الدوري والمنافسة على بطولة الدوري السنادي مختلفة وقوية ما بين بيراميز والاهلي اللي خلاص بقت حسمت ما بينهم هم الاتنين بتعادل زمالك يعني برضو مش عايزين او نقول ان المصري برضو وامبي بيحاولوا يكونوا متواجدين في المربع الزهبي وليس طبعا المنافسة على المركز الاول ان كان طبعا موجودة على الورق او على الارقام لكن في الاخر هتفضل المنافسة موجودة مع الفرئتين دول البيراميز والاهلي او الاهلي والبيراميز حتى يعني اعتقد هتكون المواجهات المباشرة هي الفيصل ما بين الفرئتين الفيصل ما بين الفرئتين لكن خلينا نقول برضو ان في بعض الامور بتحدث فيه الدوري المصري النادي الاهلي من ايام لعب طلع الجيش هيلعب المطش الجاي مع اا الداخلية ثم هيلعب طلع الجيش مرة تانية حقيقة برضو حاجات بتحصل غريبة ان انا في خلال اسبوعين تلاتة بقالعب مطشين مع فرئتين وده حصل مع الزمالك برضو يعني الامور ترتيب المباراة غريب غريب جدا جدا مش هنفضل بقى نتكلم على السلبيات عايزين نتكلم على الإيجابيات حقيقة في الفترة اللي جاية والحلو ان انت بتشوف فرق بتكسب ونتاج اللقاءات بيبقى فيها اهداف من هنا ومن هنا وبالتالي يعني ما بيطلعش النتيجة صفر صفر فبالتالي بتشوف حاجة في كرة القدم مش مستحبة وهو النتيجة السلبية نتيجة إيجابية النهارده للفرقتين سواء بقى اسموحة و او الامبي والمقانون برغم التعادل لكن فيه اربع اهداف تم اشتركوا في القناة